السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا حديث الآن في دولة الإمارات العربية المتحدة إلا عن الضربة الأضية اللي تلقاها تنظيم الإخوان المجرمين بالكشف عن تنظيم سر للجماعة يضم 84 شخص تم كشفهم جميعا وتحويلهم للنائب العام الإماراتي تمهيدا للتخلص منهم ومن شرورهم هنتابع مع بعض تفاصيل الموضوع ده إن شاء الله لكن فضلا من حضراتكم دعم القناة ولايك وشير للفيديو لأن ده بيساهم في اقتراحهم من اليوتيوب ويلا نبدأ الحلقة بسم الله زي ما قلت لحضراتكم في المقدمة إن الحلقة هتكون عن التنظيم السري للإخوان المجرمين في دولة الإمارات واحد هيسأل دلوقت ويقول إخوان إيه يا عم حسين هو لسه فيه إخوان موجودين وبعدين انتوا مش بتقولوا إن التنظيم ده تم القضاء عليه نهائيا في الإمارات الحقيقة يا إخواننا إننا وضحنا قبل كده مرات ومرات إنك ممكن تقضي على التنظيم ده كتنظيم كهيكل تنظيمي لكن كفكر فالأمر بيحتاج وقت شوية والفكر الإخوان جيه مازال فعلا متغلغل في بلدنا ومش سهل أبدا إنك تقضي عليه في سنة أو اثنين أو خمسة الموضوع يا إخواننا محتاج شوية وقت ومحتاج كمان علماء يكونوا سبب في تربية أجيال من الصغر على الحذر من أفكار الفرق والجماعات المخالفة لمنهج أهل السنة وتعلمهم ما هو منهج أهل السنة الصحيح خاصة مع الجماعات المنحرفة بكده تنشئ أجيال على معتقد سليم لكن أن يترك الأمر للمتصوفة والكل صاحب فكر ضال فلا تنتظر أبدا نهاية هذا الفكر والأمر هنا في أيدي ولاة الأمور طبعا ولا شك خلونا نرجع لموضوعنا النائب العام في دولة الإمارات العربية المتحدة أعلن عن ضبط تنظيم سري جديد لجماعة الإخوان وقال أن التنظيم ده بينهم 84 شخص كانوا ضمن التنظيم اللي صدرت ضده أحكام في عام 2013 الحقيقة أن موضوع العمل السري للإخوان ده مش جديد ولا حاجة فالجماعة من بداية نشأتها بتشتغل على العمل السري زي الجماعات البطنية اللي بتعلن أمور شكلها كده من بره حلوة وجميل وزي الفل وبيلمع علشان تستقطب لها المساكين لحد ما يقعوا في براثنها ويكونوا خلاص تشبعوا بأفكارها واحدة واحدة وبعد كده تلاقيها بشكل ناعم يستقطبوا هؤلاء وساعتها بتكون الجماعة بالنسبة لهؤلاء الأشخاص المساكين هي الإسلام وأي حاجة مش من الإخوان تبقى خارج الإسلام لدرجة النسبون من دول لما يشوف آيات القرآن الكريم أو السنة النبوية اللي بتتكلم عن المؤمنين بيبقى ساعتها شايف الآيات بتتكلم عن الجماعة وأفرادها فقط ولما بيشوف عبارة يا أيها الذين آمنوا بيبقى عنده يقين إنها يا أيها الذين تأخوانوا وكذلك العكس لما بيشوف أي آيات بتتكلم عن الكافرين أو المنافقين فبيترجمها على طول مباشرة على إنها موجهة لمن لم يؤمن بدعوة الإخوان وبالتالي بيسقط أحكام الكفر وبالصورة اللي حضرتك شايفها دي لا شعوريا على الناس لأنه متأسس على كده من البداية من خلال شعارات الجماعة الخامسة أو زي ما واحد صديقنا كده كان مسميها أركان الإخوان الخامسة واللي تعتبر بالفعل هي العماد والأساس اللي بترتكز عليها الجماعة في تربية عناصرها طيب إيه هي العناصر الخامسة دي عم حسين عناصر الإخوان الخامسة أو أركان الإخوان الخامسة هي الله غايتنا القرآن دستورنا الرسول زعيمنا الجهاد سبيلنا والموت في سبيل الله أسمى أمانينا وطبعا ما أعتقدش إن أي حد عادي كده ما سمعش عن جماعة الإخوان مثلا ممكن إنه يشوفوا الشعارات البراقة دي أو أركان الإخوان الخامسة دول وممكن يقول عنها حاجة أو إنه يحس إن فيها مشكلة لا لأن شكلها من برا زي ما قولت لحضراتكم حلو وجميل وبراق ظاهريا لكنها من الداخل بتحمل كوارث لا يشعر بها إلا من جرب الانتماء لجماعة الإخوان وشاف بعينه تشويه كل شيء داخل هذا الشعار من خلال تحريف الألفاظ عن مواضعها يعني ممكن تقول إنها تحمل معاني ممتازة في الظاهر لكن في الباطن بتحمل معاني أخرى كلها بتصب في صالح منهج وتفكير الجماعة فكل كلمة المقصود بها الإخوان يعني الدستور هو دستور جماعة الإخوان والطاع العمياء والاتباع المطلق ليس للرسول صلى الله عليه وسلم وإلا بحسب رؤية جماعة الإخوان وأتباع المرشد وكذلك الموت والشهادة تكون في سبيل الجماعة وفي سبيل غايات وأهداف الجماعة زي ما قال سيد قطب في كلماته اللي بيعتبروها دستور ليهم إذا فتحت لكم السجون وعلقت لكم أعواد المشانق فاعلموا أن دعوتكم بدأت تثمر فسيد قطب هنا بيخاطب الإخوان وبيقول لهم إن دعوتهم هي دعوة الإسلام وإن مهما أصبهم من الحكومات فدي جايزة ليهم وهذا هو الفوز العظيم بثمرة تلك الدعوة الأمر ده ما كانش مقصور على مصر بس لكنه امتد أيضا لدول الخليج في الكويت والبحرين وقطر والسعودية والإمارات خاصة في فترة الخمسينيات والستينيات لما بدأ التضييق على جماعة الإخوان في مصر من قبل الرئيس الراحي الجمال عبد الناصر رحمه الله فاستطاع قيادات جماعة الإخوان إقامة علاقات متشبكة في دول الخليج وتمكنوا من اختراق الكتير من المؤسسات خاصة مؤسسات التعليم والإعلام والجمعيات الخيرية بعد ما اكتسبوا تعاطف بعض الناس هناك نتيجة الدعاء المظلومية طبعا وأيضا لأن إخوانا في الخليج العربي أيامها كانت قلوبهم طيبة جدا شوية وما كانش عندهم لا مكر ولا خيانة فاتعاطفوا مع المجموعات دي اللي ادعت إنهم بيتعرضوا للتنكيل والتعذيب في مصر لأنهم بيدعوا إلى الإسلام وأن النظام المصري وقتها كان بيحارب الإسلام فنزل عليهم وحي بالهجرة من أرض الكفر اللي هي مصر لأرض الإيمان اللي هي الخليج إنقاذا لدعوة الإسلام زي ما فعل المسلمين الأوائل كده في الهجرة من مكة إلى المدينة وعلى فكرة ده مش مجرد تشبيه أنت لو قرأت كتابات قيادات الجماعة من الأول هتحس إنهم بيوهموا أتبعهم فعلا إنهم بالضبط بيحصل معاهم زي ما حصل مع المسلمين الأوائل وطبعا لو اطلعت على كتابات مؤرخي السيرة اللي تبع جماعة الإخوان وللأسف الشديد الناس دي سيطرت بشكل كبير جدا والغاية دلوقتي مازالوا مسيطرين على النعدة من الكتابة والتأليف حتى تم تشويه السنة النبوية لدرجة فاقت كتابات المستشرقين فكل هم الناس دي أخوانا إنهم يسقطوا أفكارهم على التاريخ الإسلامي علشان يثبتوا إنهم صح بتأويل المواقف لصالحهم يعني مثلا هم اعتبروا إن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليؤسس دولة مش أمة يعني فكرة القيادة السياسية مكان الوح وإيس على كده بقى كل الأحداث التاريخية اللي حصلت في العهد النبوي وفي عهد الخلفاء الرشدين هتلاقي الكلام كله عن دولة مش عن دعوة وممكن تلاحظ ده لما تلاقي الدعاة الإخوانجية بيعملوا كده مع طلابهم هتلاقيهم مثلا بيسألوا طلابهم أسئلة أو حاجات من نوعيات مثلا ما هو أول سفير في الإسلام أو من هو أول سفير في الإسلام من هو أول وزير داخلية في الإسلام اسمه كان إيه من أول وزير اقتصاد في الإسلام من أول وزير زراعة من أول وزير معرفش إيه أنا يا أخوانا مش ببلغ والله فيه كتب ليهم فعلا بكده وأنا معايا واحد منهم لو شفت الكتاب هتموت من الضحك الكتاب مقسم المدينة النبوية في العهد النبوي وكده تأسيم كأنك بتتفرج على الحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة وعمل فيها حي للسفارات وحي للوزارات غير كمان مجلس نيابي غير بقى وزارة الدفاع والقوات المسلحة يعني يا أخوانا حاجة كده خيال علمي وكأنك أمام دعوة سياسية أو فكرة سياسية مش وحي من السماء كل ده علشان يبرر سعي الإخوان للسلطة واهتمامهم بكرسي الحكم ودي يا أخوانا من أكبر الكوارث اللي شوهت السيرة النبوية للأسف الشديد خلونا نرجع بقى لللي حصل في الإمارات خلال الساعات اللي فاتت دي كان فيه مجموعة اتحكم عليها في قضية الانتماء لجماعة الإخوان المفسدين المجرمين في القضية رقم 17 لسنة 2013 جزاء أمن دولة يعني قبل عشر سنوات تقريبا وخلال الشهور اللي فاتت كان فيه تحقيقات حول ضلوع المجموعة دي في إنشاء تنظيم سري جديد للإخوان في الإمارات حاليا هدفه ارتكاب أعمال عنف وإرهاب على الأراضي الإماراتية فبعد وصول التحريات وسمع شهود العيان أصدر النائب العام لدولة الإمارات معالي المستشار حمد سيف الشمسي قرار بضبطهم وإحالتهم للمحاكمة الوجود الإخواني السري في الإمارات وجود قديم وده اللي كشفته الوثائق وكتابات مؤرخي الجماعة زي علي عشمو مثلا اللي أثبت وجود بعض الأشخاص اللي هربوا من مصر عن طريق ليبيا ووصلوا الإمارات سنة 1954 وأسسوا كيانات سرية لهم هناك وكانت سنة 1973 السنة اللي شهدت حرب أكتوبر واللي كان موقفهم منها معروف مهما ادعوا غير كده بدليل عملية الفنية العسكرية اللي كانت بعد كام شهر بس من نصر أكتوبر وده الحقيقة محتاجة وقفة لوحدها مش مكانها دلوقتي في السنة دي عقد محمد مهدي عاكف المرشد السابق الراحل لجماعة الإخوان وكان يعتبر أيامها وريف التنظيم الخاص أو التنظيم السري للإخوان عقد أول اجتماع موسع لجماعة الإخوان وأعلن للجماعة عن تشكيل اللجان المركزية في دول الخليج وفي دولة الإمارات العربية المتحدة تحديدا وظلت هذه اللجان على مر تلك السنين تعمل في العلن بالشعرات الرنانة بتاعتهم دي اللي للأسف قدروا من خلالها إنهم يكتسبوا قاعدة كبيرة جداً لهم هناك وتكون النتيجة إنهم يعضوا الإيد اللي تمدت لهم ويبدأوا في مهاجمة دول الخليج خاصة الإمارات والسعودية اللي كشرت لهم عن أنيابها بعد ما كشفت حقيقتهم وميولهم التخريبية وسعيهم لإسقاط الدول العربية خاصة بعد أحداث الخراب العربي وما قبلها بشوية يعني بعد ما بدأت ميولهم العدائية تظهر للعلن لما حسوا إنهم أصبحت لهم قوة وكلمة وتأثير وزادت خطورتهم على الإمارات والسعودية تحديداً بعد ما أعلنت الدولتين دول دعم مصر في موجهة جماعة الإخوان والجماعات التخريبية كلها اللي انبثقت عن هذه الجماعة بعد أحداث عام 2013 في مصر ودي السنة اللي وقع فيها تنظيم الإخوان في الإمارات بعدها مباشرة تبنت الجماعة أكبر حمل التشويه ضد الإمارات والسعودية ومصر علشان يثبته للعالم الإسلامي إن الدول التلاتة دول بيحربوا الإسلام وكتبعنا كلنا طبعاً الحملات دي وفي الوقت نفسه بدأوا يغزلوا الغرب الديمقراطي الليبرالي بأن الدول التلاتة دول دول معادية للديمقراطية وهكذا لكن الحقيقة كل محاولاتهم فشلت إلى الآن مع يقظة الشعوب اللي عرفت خطورة التنظيم ده بس يا سيد دي كانت باختصار قصة القبض على الخلية الإخوانجية السرية في الإمارات وبكده حضرتك تعرف إيه سبب الهجوم الشنيع من جماعة الإخوان ضد دولة الإمارات وضد من يدافع عن دولة الإمارات من أفراد ولجان مرتزكة جماعة الإخوان المجرمين نسأل الله أن يحفظ بلادنا كلها من كل شر وأن يرد كيد أعدائنا في نحورهم وأن يوفق حكامنا لما فيه الخير ولما فيه مصالح البلاد والعباد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته